دربي القاهرة ينتهي بالتعادل اتنين مقابل اتنين انتهاء مباراة الاهلي والزمالك بالتعادل الاجابي هدفين مقابل هدفين احرز للنادي الاهلي محمد شريف وصلاح محسن واحرز لنادي الزمالك اشرف بن شاركي وشيكا بالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام اهلا بكم في اسبوع الدربيات العربية المميزة بعد لقاء ودربي المغرب ما بين الرجاء والوداد وفوز الرجاء 2 مقابل لاشي شفنا النهاردة دربي تونس ما بين الترجي والافريقي وكان دربي مسير جدا وفوز نادي الترجي على الافريقي 3 مقابل 1 النهاردة في السهرة شفنا الدربي المصري كان دربي مسير ايضا وانتهى بالتعادل 2 مقابل 2 النادي الاهلي تفوق وتقلق في الشوت الاول ولكن أضع فوزا مريحا أعتقد النادي الأهلي خسر الفوز المريح في الشوط الأول كان بيتقدم في الكورة وكان عنده فرص كتير في الشوط الأول وكان باستطاعته أن يحرز أهداف في الشوط الأول واستطاع النادي الأهلي الخروج بالشوط الأول بهدف واحد فقط عن طريق مهاجمه الخطير المخيف محمد شريف بعد كده بينزل نادي الزمالك في الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة وتغييرات طبعا كانت مميزة جدا من السعلب البرتغالي في ريرا اللي نزل كل العناصر الشاب بالعناصر الجديدة اللي شاركت في الشوط الثاني وقدمت مرضود ولا أروع ولا أجمل على عكس المتوقع دخل طبعا كل اللعيبة الشباب شيكا بالا كان متقلق جدا جدا في الشوط الثاني طبعا عمل أسست ولا أروع بالملي متر على رأس أشرف بن شاركي اللي بيحرز هدف التعادل للقلعة البيضاء بعد كده بيعود أشرف بن شاركي واللعيبة الشباب في التقلق ناحية الشمال ويعملوا عرضية جميلة جدا لشيكا بالا ليحرز الهدف الثاني وتبيض المدرجات وترفع الرايا البيضاء والأعلام البيضاء في المدرجات وشيكا بالا وفرحة هستيرية وتقدم لنار الزمالك اثنين مقابل واحد بعد كده سامي أمصان مدرب النادي الأهلي بيعمل تغييرات وبينزل صلاح محسن وطبعا طاهر محمد طاهر صلاح محسن بيستطيع إحراز هدف التعادل وتشتعل المباراة وتشتعل المدرجات وبعد كده اثنين اثنين هجمة هنا وهجمة هنا كرة في العرضة من إمام عشور كادت أن تقتل المباراة لصالح الفريق الأبيض ولكن الحكم النهاردة شابو الحكم الأسباني إدارة جيدة جدا للمباراة مرجعش للفار ولا مرة في المباراة وانتهت المباراة بالتعادل اثنين مقابل اثنين أنا من وجهة نظري تعادل إيجابي تعادل مرضي للطرفين وممكن يكون مرضي أكثر للزمالك نظرا للغيابات الكتيرة اللي كانت موجودة قولوا لنا رأيكم في التعليقات ما تنسوش تعملونا لايك ياريت تعملونا 200 لايك للفيديو ده ونشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته